أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنكمل فيها دوائر التيار المتردد وهناخد دائر التيار متردد تحتوي على مقاومة 100R وملف حس نقي L ومكسف C أولا هناخد رسم الدائرة عندي مصدر تيار متردد يتصل على التوالي بمقاومة 100R ومكسف وملف حسي وعندي Y1 و Y2 مدخلان بنوصلهم براسم الإشارة خصائص هذه الدائرة بنلاحظ أن فرق الجهد والتيار بيكون متفقة في الطور في حالة المقاومة الأومية كنا بنقول الفاي بالساوي صفر رديان كنا بنمثل اتجاهي التيار مثلا على المحور الأفقي اللي هنا IR وعلى امتداده أو على نفس الخط VR اللي هو الفرق الجهد لأن الفاي بتساوي صفر أما فرق الجهد يسبق التيار بزاوي الطور ضايع على 2 رديان في حالة الملف الحسي النقي وكنا بنمثل التيار IL على المحور الأفقي والVL يسبق بتسعين درجة كده على المحور الرأسي اللي هو الVL أما فرق الجهد يتأخر عن التيار بزاوي الطور باي على 2 رديان في حالة المكسف كنا بنمثل الIC على المحور الأفقي والVC متأخر عنه بتسعين درجة الVC لأسفل كده يتأخر عنه بتسعين درجة أو باي على 2 رديان بنلاحظ هنا أن جمع الجهود الكلية للعناصر السلاسة لما جمع الVL أو الVC أو الVR هو جمع هنا جمع اتجاهي وليس جمع عددي ليه هو جمع اتجاهي وليس جمع عددي لأنها مختلفة في زوايا الطور هنا الفاي بالصفر هنا الفاي أكبر من الصفر بالموجب هنا الفاي أقل من الصفر بالسالب فأحنا هنا بنجمعها جمع اتجاهي وليس جمع عددي لأنها مختلفة في زوايا الطور طيب أنا عندي الدايرة ديه بتحتوي على مقاومة R وملف حسي يعني الممانعة الحسية بتاعته XL ومكسف ممانعة السعوية XC المقاومة المكافأة للثلاثة دول هي عبارة عن الزت فالزت هي المقاومة المكافأة للمقاومة الصرف R والممانعة الحسية XL والممانعة السعوية XC نأخذ القوانين الخاصة بهذه الدائرة عندنا لحساب فرق الجهد الكلي من خلال الرسم إحنا مسلنا الVR على المحور الأفقي كنا بنقول الVL بيسبق فهنا نخليه على المحور رأس الفوق والVC بيتأخر فنخليه لتحت ممكن نعمل عملية نقل متجهات فهنرسم المتجه لفوق ده بيمثل محصلة هتوبة VL ناقص الVC والVR على المحور الأفق وهنا الواتر ده بيمثل الVTotal أو فرق الجهد الكلي طيب فرق الجهد الكلي من فيسة غرس نقدر نحسبه ازاي؟ الجزر التربيعي لVR تربيع زائد VL ناقص في سي الكل تربيع من فيسة غرس جمع اتجاهي وليس جمع عددي المقاومة الكلية زت بواحدة القوم من خلال الرسم ده برضو عندي نحن ده هنمثل عن محور أفق ده R والمحور الرأسي ده XL ناقص XC والواتر يمثل الزت فهننقدر نحسب الزت ازاي؟ الجزر التربيعي لVR تربيع زائد XL ناقص XC لكل تربيع حساب فرق الطور بين الجهد الكل وشدة التيار اللي هو فاي فاي اقدر اجيبه بطريقتين لما من المسلس اللي فوق هجيب هنا تان فاي مقابل على مجاور المقابل اللي هو VL ناقص VC على الVR يبه هنا التان فاي سوى VL ناقص VC على الVR طيب من المسلس اللي تحت التان فاي بتساوي XL ناقص XC على الR يبه احنا هنا القانون التان التان فاي XL ناقص XC على الR حساب الممانعة الكلية زدت بواسطة قانون اوم بنحسبها لإما نقسم فرق الجهد اللحظي على الطيار اللحظي فرق الجهد الفعال على الطيار الفعال فرق الجهد اللي هو VMAX على الIMAX ناخد بعض المسائل في دائر التوالي تحتوي على ملف نقي ممانعة الحسية XL ب16 ومكسف ممانعة السعوية XC ب6 ومقاومة 114 متصلة على مصدر تيار متردد تردده 60 هرتز احسب المقاومة الكلية للدائرة طالما عندي هنا اكتر من عنصر عند الXL والXC والR يبقى المقاومة هنا المقصود بها الزت هنحسب ازاي الزت الزت بيساوي الجزر التربيعي الR تربيع زائد افتح قواص XL ناقص XC لكل تربيع نعوض 10 تربيع زائد XL 16 ناقص 6 لكل تربيع هتطلع معانا الزت 14.14 اوم المطلوب الثاني شدة التيار العظمى اللي هو الاي ماكس اذا كانت الفي ماكس ب10 فولت من قانون اوم الاي ماكس بيساوي في ماكس على الزت اللي هي المقاومة الكلية نعوض الفي ماكس ب10 تقسيم 14.14 هيطلع معانا الاي ماكس ب 0.707 امبير عندنا مسألة مشابهة للمسألة اللي خدناها دائرة توالي تحتوي على مقاومة اومية ديل اار وملف ناقي ممانعة الحسية XL 12 ومكسف ممانعة السعوية اربعة لإكسي سي متصل على مصدر تيار متردد الفي ماكس 60 عاوزين المقاومة الكلية طالما اكتر من عنصر يبا زت الزت بيساوي الجزر التربيعي الار تربيع زاد افتح قوس XL ناقص اكسي سي لكل تربيع ونعوض ونجيب قيمة الزت بوحدة الاوم بعد كده شدة التيار العظمى الاي ماكس بتسوي في ماكس على الزت نحسب ونجيب شدة التيار الاي ماكس بوحدة الأمبير مسألة اخرى دائرة التيار متردد تحتوي على مقاومة صرفة وملف حس نقي ومكسف فاذا كان فرق الجهد الفعال بين كل عنصر من عناصر الدائرة بميت فولت يعني ال V-C ميت فولت وال V-R ميت فولت وال V-L ميت فولت عاوض فرق الجهد الكلي V-Total ازاي بنحسب ال V-Total من V-V-Sau الجزر التربيع ال V-R تربيع زاد افتح قوس V-L لناقص V-C لكل تربيع نعوض 100 تربيع زاد افتح قوس 100 ناقص 100 لكل تربيع المية هاضع مع المية هتقعد 100 تربيع تحت الجزر التربيع ها يضيع الجزر اذا ال V يطلع بكم بميت فولت يبا اذا هنا فرق الجهد الكل بيساوي ميت فولت دائر التوالي مؤلفة من مكسف ممانعة السعوية XC وملف حس نقي ممانعة الحسية XL ومقاومة ممانعة الحسية اللي هي R متصلة بمصدر جهد متردد جهده الفعال VRMS عاوز المقاومة الكلية هنا ثلاث عناصر يبا المقاومة الكلية Z بيستوي الجزر التربيع ال R تربيع زاد افتح قوس XL لناقص XC لكل تربيع نعوض ال R بتمانية ال XL باثناشر ال XC بستة نحسب هيطلع معانا Z ب 10 اوم عاوز الشدة الفعال للتيار المتردد ال IRMS هنجيبها من قانون اوم ال IRMS بتسوي VRMS تقسيم Z هنقسم 220 تقسيم 10 هيطلع معانا التيار الفعال ب 22 امبير دائرة تيار متردد تتكون من مصدر تيار متردد جهده الفعال VRMS وتردده 200 على باي هيرتز دا ال F يتصل على التوالب ومكسف سعته 50 مايكرو فاراد لازم نحول من المايكرو فاراد للفاراد اضرب في 10 استسالب 6 وملف حسي نقي معامل تأثيره الذاتي 100 ميلي هنري هنحول من الميلي هنري الى الهنري اضرب الرقم في 10 استسالب 3 واقسم على 1000 احسب المقاومة الكلية للدائرة عندي هنا الدائرة بتحتوى على عنصريا ملف ومكسف فاذا المقاومة الكلية برضو هتكون Z طالما اكتر من عنصر يبقى المقاومة الكلية هنسميها Z طيب في الاول عشان احسب المقاومة الكلية احسب في الاول XL والXC هنحسب XL 2 باي FL نعوض 2 باي الF بمتين على باي ضرب ال 100 ضرب 10 سلب 3 هتطلع XL ب40 اوم بعدين نحسب XC 1 على 2 باي FC نعوض 1 على 2 باي الF 200 على باي ضرب C اللي هو 50 ضرب 10 سلب 6 هتطلع XC ب50 اوم بعد كده احسب Z Z بتساوي الجزر التربيع الR تربيع زائد افتح بوس XL ناقص XC لكل تربيع عندنا احنا هنعوض الR هنحتبرها بصفر مش موجودة بعد كده XL 40 XC 50 نحسب هتطلع معانا Z ب10 اوم بعد كده عاوزين الشدة التيار الفعال IR MS من قانون اوم التيار الفعال بيسوي الجهد الفعال على المقاومة المقاومة هنا المقصود بيها Z معوض الجهد الفعال ب2 و20 تقسيم المقاومة حسبناها بعشرة إذن التيار الفعال هيطلع ب22 أمبير مسألة أخرى دائر التيار متردد تتكون من مصدر تيار متردد جهده الفعال V V R MS وتردد F يتصل على التوالي بمقاومة صرفه R وملف حسي نقي معامل تأثيره الذاتي L جاهز ومكسف 22 2 يطلع معنا XL ب20 أوم ومن ساعة المكسف C أقدر أحسب XC 1 على 2 باي FC 1 على 2 باي F 50 على باي ضرب C 50 ضرب 10 سلاب 6 هتطلع معنا XC بـ 200 أوم بعد كده أنا عندي دلوقت المقاومة R وعند XL وعند XC أقدر أحسب Z Z الجزر التربيع R تربيع زاد افتح قوس XL لناقص XC لكل تربيع نعوض 100 تربيع زاد عند XL 20 XC بـ 200 Z بـ 25 9 أوم بعد كده نعاوض شدة التيار الفعال اللي هو IRMS من قانون أوم التيار الفعال بيساوي الجهد الفعال تقسيم المقاومة الكلية اللي هي Z الجهد الفعال اللي هو 100 المقاومة الكلية بـ 25 9 هيطلع معنا التيار الفعال بـ 0.48 أمبير عندي مسألة أخرى دائرة التيار متردد تكون من مقاومة صرفة اللي هي R وملفح السيناقي ممانعة الحسية XL متصلين على التوالي تكون المقاومة الكلية قلنا طالما أكتر من عنصر عند R وعند XL يبقى المقاومة الكلية المقصود بها Z نكتب قانون Z الجزر التربيع R تربيع زاد يفتح قواص XL ناقص XC لكل تربيع عندنا R موجود نعوض عنها 30 تربيع زاد XL 40 ناقص XC مش موجود نعوض عنها بصفر نحسب هتطلع معانا Z ب50 اوم اذا المقاومة الكلية 50 اوم ولد تيار متردد يعطي فرقا في الجهد 220 فولت وتردده 50 هرتز F وصل على التوالي مع ملف معامل تأثيره الذاتي 0.28 هنري ده L ومقاومة صرفه R ومكسف سعته 397.8 مايكرو فارات هنا لازم احول اضرب 14 اوس سال ب6 عاوز الاكسل انا عندي ال L وعند ال F اجيب الاكسل الاكسل اللي بتسويه 2 باي FL نحسب عندي السعة وعند التردد اقدر احسب منهم الاكسي سي الاكسي سي بيسوي واحد على 2 باي FC ونحسب الاكسي سي بعد كده هاحسب المقاومة الكلية للدائرة انا عندي ال R موجودة ب60 وحسب ال XL وحسب ال XC اعوض في قانون الزت اللي هو الجزر التربيع ال R تربيع زائل افتح قواص XL ناقص XC لكل تربيع واحسب المقاومة الكلية Z بوحدة الاوم مسألة اخيرة دائرة التيار متردد المقاومية وملفح السناقي ومكسف متصلين على التوالي هنا عطينا على الشكل ال VC 4V وال VL 6V وال VR 8V عاوض فرق الطور FI بين الجهد الكل والتيار انا عندي هنا VL وVC وVR اقدر اجيب فرق الطور ازاي هقول TAN FI بيساوي VL ناقص VC على VR معاوض VL 6 ال VC 4 ال VR ب8 اقدر احسبها بالطريقة الحديثة او احسب الجنب ده يطلع برقم وقول SHIFT تان يطلع معايا قيمة FI 14 درجة اذا FI تساوي 14.04 درجة بكده نكون اخذنا دائرة التيار المتردد التي تحتوي على مقاومة اومية وملف حس نقي ومكسف وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته